هو ثاني خطاب له في أقل من أسبوع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي يجدد طعنته لأصدقاء الأمس فبعد أن وصافهم بالصفهائها هو اليوم يصفهم بالخاطفين وعن شخصه يقول جميعي بأنه أمين مهمته خدمة الأفلان وساد أو ساد اختطاف الحزب والسطو على شرعيته وتلتيخ سمعته وتشتيت صفوفه والتصرف باسمه على حساب مناضله الأوفياء ومبادئه الراسخة إني أعاهدكم بأن أحفظ الأمانة وأن لا أتنازل عنها لأني أعتبرها أمانة كل المناضلة والمناضلين والتفريط فيها خيانة والتخلي عنها جبل وهرب من المسئولية والحمد لله وبكل تواضع فأنا لست من الخائنين ولا بجبان وخلال اجتماعه بأمانة المحافظات انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأحزاب التي تحدثت عن ضرورة حضر الأفلان من الصحة السياسية مذكرا إياها بأن الحكومة الفاشلة كانت تشاركية وليست فرضية لقد تامعتم أخواتي إخواني حتى تصريحات من بعض مسؤولي أحزاب نصبوا أنفسهم وكأنهم أوصياء ليس على الشعب فقط بل حتى على أحزاب أخرى من خلال دعوتهم وبكل خبث إلى تفريقي مناظلات ومناظلي حزب جبهة التحرير الوطني بل تعد ذلك إلى المطالبة بمحوي حزبنا من الوجود حزب جبهة التحرير الوطني منذ التعددية سواء على المستوى المحلي في البلديات أو على مستوى القمة في مؤسسات الدولة لم يكن أبدا لوحده لا يجب أن تنسق شماعة إخفقات غيرنا كلها بحزب جبهة التحرير الوطني فترة بخاض عسير إذن يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني منذ انطلاق حراك الثاني والعشرين في فبري 2019 تصريحة نارية في حق السلطة السابقة واعتذار يعقبه اعتذار للشعب الجزائري أعله يعيد للحزب مكانته السياسية التي كان عليها من قبل